السلام عليكم وياكم هاي ذا مصار الاسبوع ما جاي ننزل جاي ناخذ استراحة ويا السنة الجديدة والجهد المتراكم علينا من جميع الاتجاهات فطبعا اجاني تعليق او هو تعليق دائما يتكرر على فيديو تبديل دهن القير فهو واحد كاتب لي انت راح شوفوا التعليق هنا اذا انت مهندس اسمي دهن الغشمش يسموه يمعاود هايدروليك يعني جاي يقول ان اسمه صحيح او اللي هو يقصد انه هو صحيح نفس القصة هاي صارت وياي بالسنكتش دراي حما اريد اشتري دهن مالجير فقلت لي دهن مالجير شاني قلت لي لا قول هايدروليك قلت لي ما هذا موضوعنا اضطيني الدهن قل اروح فنجي هنا نريد نعرف هل هي الهايدروليك هو مادة لو شنو الهايدروليك هو عبارة عن منظومة منظومة لها ثلاث مقومات سائل او مائع ضغط جزء ميكانيكي متحرك فهذا اني ثلاث اشياء اول شي المائع هو اما سائل اما غاز اثنينات هين يسموه الموائع اللي هي القاس والليكويد البراشر هذا السائل موجود في مكان او محتوى بضغط معين وعلى اغلب يكون في الضغط عالي نسبيا الجزء الثالث هو الجزء الميكانيكي المتحرك من الامثلة الواضحة السهلة اللي احنا نستخدمها يوميا هو البريك وشرحتها انا في فيديو البريك قلنا شون انه ضغطة رجلك البسيطة ممكن توقف سيارة كبراته هو هذا على مبدأ الهايدروليك او مبدأ باسكال اللي هو نفس الفكرة فننطي مثال على الهايدروليك اللي هو الرواجز الرواجز هي فد جزء ميكانيكي متحرك يمكن يحرك لنا الكامشفت شون يتحرك هذا يتحرك نتيجة الزيت اللي ينضخ حسب ضخ الزيت شعن يمنع او يسرى سواء يصير تقدم او تأخر هذا الضغط من يجي يجينا من الاول بام ومع العلم هاي المنظومة تشتغل بدهن المحرك يعني شون احنا نسمي دهن المحرك هيدروليك نجي على مثال ثاني اللي هو البريك البريك يشتغل بمادة سائلة اللي هي لا هي دهن لا هي مي لا هي هواء واللي هو فد مادة هيدروكاربونية وايضا يوصل لنا الضغط من الدواسة للفتشوش وبالتالي يوقف لنا السيارة ويساعدنا بها المنطق بعد عدنا الهواء الهواء اللي هو غاز هذا وين يكون ببريك الشاحنات او سيارات الشبيرة اللي تشتغلون البريك بالهواء نفس الفكرة الهواء ينضغط الى في الضغط عالي اكو كومبرايسر يضغطه اكو الفتش مال البريك هو راح يتحرك نتيجة الضغط الهواء طبعا من انت تدوس البريك يعني مثال اخير بعيد عن السيارات هو المي الشون تتولد الكهرباء من المي من يصير عندك سدود ويصير ضغط المي عالي فيوجهون المي على توربينات معينة تفر الجنريتر فبالتالي صار عندك صار عندك مي سائل بضغط عالي حركة للتوربين او للجنريتر اللي يولد لك كهرباء فايضا هاي منظومة هيدروليكية وما بها دهن فبالتالي انه الهايدروليك هو عبارة عن منظومة وليس مادة هذا كان كل اللي عندي وشكرا في مالا شكرا 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 شكرا